اشتركوا في القناة 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 تكفيني فانا شرية الردة دي الكيلو ونص بعشرة. تمام? يعني اشتريها من اي حد اي حد عطرت اشتري منه الردة دي. تقول له عايزة ردة بتاعت خبيز. يعني في ردة تانية بتاعت اه بيعلفوا بها يعني اه الحاجات بيأكلها للبط ويحطها للمعيز والكلام ده بتبقى خشنة شوية فدي بيحطها بعمل عالف. لكن في ردة نعمة بتاعت الخبيز. قلو عايزة ردة نعمة بتاعت خبيز بعشرة جنيه. الكيلو ونص بعشرة جنيه. على حسب طبعا في كل مكان ممكن تلاقيها أرخص وممكن تلاقيها أغلى لازم أهم حاجة كده ننخل الردة زي ما انتم شايفين كده بمنخل سلك أو بمصفة سلكة زي ما أنا بنخل بها كده إن الردة برضو بيكون فيها بعد الشوائب اللي انتم شايفينها كده وكمان أنا لما باجي أغبز بلم الردة تاني من الصواني دي وارجع شيلها تاني في الكيس عشان أغبز بها تاني مرة فممكن وانا بلمها كده ولا حاجة ولا وانا بغبز يقع فيها عفشية يقع فيها حاجة فأنت لازم كل مرة تيجي تحطي بقى على الصواني بتاعتك أو تقرسي لازم تنخل الردة كده عشان لو فيها أي حاجة متلزقش في العيش بتاعنا وتبقى كده نأكل لقم ونظيفة هقطع بقى العيش بتاعي وكده التقطيع بقى ده أو التقريس العيش ده بيكون طبعا على حسب ما انت عايز الرغيف كبير أو رغيف صغير أو رغيف وسط زي ما انت عايزة أنا هنا بقى من الرغيف وسط على قد إيدي كده بقطع بتقطيع العيش بتراطيف صوابعك وانت بتقطيع العيش من الطبق بتراطيف صوابعك وبتحطيه في الدقيق وبعد كده بتجديله الشكل الدائري ان هو يبقى جريف مدور وحل بتفضل الزباطي بإيديكي وبعد كده تحطيه على الجنب اللي هو مفهوش دقيق واللي فيه دقيق بتخليه على الوش زي ما انت شايفة كده تمام؟ وأهم حاجة تكون يحط الردة بالزيادة تحت العيش علشان العيش ده بيفرد معاك وبيخمر تاني في السجان او الصواني او اي حاجة انت بتقطيع عليها فعلشان ما يلزقش معاك في الصوج يبقى تحطيه كمية ردة حلوة كده وبزيادة قطعي بقى الحجم اللي انت عايزاه وزي ما انت عايزة تمام؟ هم هنقطعهم وعملوا معايا حوالي صوجين كبار وصنيتين هقطع بقى الكمية بتاعتي كلها زي ما انت شايفين واغطيها اهم حاجة تغطيه وهنسيبه تاني يرتاح ويخمر على الصواني بتاعته حوالي خمس او عشر دقائق كده وبالما تشغلي الفرن بتاعك وتزبط الدنيا يكون العجين اختمر معاك على الصواني خلصت كده العيش بتاعي كله قطعته ها على الصواني بتاعتي وعلى السجان على اي حاجة بقى عندك صواني سجان اي حاجة قطع عليها هنا الفرن ده انا طبعا مش شارياه والفرن ده بتاع والدتي الفرن عندنا بقى له خمسة وعشرين سنة ربنا يرحم والدي كان شاريه من زمان ولما جيت هنا في بيتي والدتي الدهوني يعني لسه مديهوني من قريب فانا استخدمته ومشاء الله مشاء الله بيطلع العيش ولو جدا زي منته هتشوفه دلوقتي العيش بيطلع منه زي الفرن بدأت بقى جيت دي مطرحة انا شاريها برضو من هنا والدتي مدياني واحدة بس كبيرة قوي ما بعملش عليها لانها كبيرة فانا جبتي دي على قد يعني على قد ما انا بقدر اعمل بيها طبعا انا بعمل كله لوحدي ما فيش حد بيناولني وفيش حد بيشيل معايا ولا حد بيعمل معايا حاجة فانا لوحدي فالعيش هيطلع من شوء الله الحمد لله بيطلع حلو جدا برضو معايا وانا حبيت الخبز قوي يعني انا كنت مستصعبة في الاول كنت حاسة انا يبقى صعبة علي ان انا عملوه من اولو الاخر لا انا حبيته بجد والله وبان انا كل امه كده حلوة ونظيفة حاجة نظيفة في البيت عاملها بايدي طبعا انا مش بيعرف بقى اي راح دي او يشطح كده دي بتبقى هواية يعني انا كنت بحبي من وانا صغيرة ان انا اي حد بيغبس في البلد او كده كنت بروح اتعلم لحد ما والدي جاب لنا الفرن ده الفرن ده اكتر من 25 سنة كمان وانا احنا صغيرين فهو لسه شغال سبحان الله وحلو جدا فوالديتي ادت هوني لما جيت نقلت في بيتي ادت هوني وبدأت اغبز عليه انا مش بغبز عليه من زمان هو من حوالي شهر كده جربته وطلع ما شوالله الفرن شغاله حلو فانا جربته وبغبز عليه بيطلع عيش زي الفل يعني ما يغلقوش كده شكله ان هو مبهدل ولا حاجة لا هو من زمان بس العيش بتاعه بيطلع زي الفل بشطح كده العيش لحد ما يملل المطرحة بتاعتي وهام حاجة بحط على المطرحة بتحط ردة على المطرحة اما بقى الناس اللي ما بتعرفش تشطح او ترحي العيش انت ممكن تتعلم تجبي المطرحة زي ما انا كنت بعمل في الاول تجبي المطرحة بس ما شوالله العيش طالح حلو جدا بتلف بقى الناحية التانية لان انا انا مولع جنب واحد لانه هو في جنبين انا مولع جنب واحد ومولع من تحت بس العيش طالح زي الفل اهو مولع من تحت بس ومن جنب واحد بس لان الجنب التاني واطي شوية فانا ان شاء الله هسألكه وباعمله بس انا مش بشغله لان انا ايه انا بحط الرغيف على قد ما يتعامل برجع أحط التاني فالنار بتبقى طالعة من الجنب التاني على الفاضي يعني أنا مش بلح إن أنا أعمل أعمل اتنين وحطهم جنب بعض فاهمني علشان أنا الواحدي وبشوف اللي في الفرن وبشيل وباشطح فأنا مش بلحق أنشيل أحط اتنين جنب بعض يعني فأنا مشغلة جنب واحد من الفرن ولعيش كله بيقب وزي الفل له بسم الله ما شاء الله بيطلع كله معي بيقب وفي منتهى الجميل طبعا ده بالنسبة لي أنا إعجاز عشان أو إنجاز من أن أغبسش الواحدي خالص فأنا يمكن دي تلت مرة أغبس فيها الواحدي وأجرب فيها الفرن كده وأشغاله وأغبس فيها الواحدي طلع العيش بسم الله ما شاء الله زي الفل والدقيق بتاعة التومين كنت خايفة منه طلع بتاعة التومين زي الفل طلع زي الفل وجميل طبعا بقى زي ما قلت لكم كده اللي مش بيعرف فيش طح يجيب مطرحة زي كده الرجل بقى بخمستاشر جنيه وتعلمي عليها إن شاء الله تحط عليها رغيف مستوي وتدقي أن أنت تتعلمي حركة الخبز دي بأيديكي تعلميها الأول وطبعا الناس بقى لا تعرفش ترحي برضو هعملكم إن شاء الله عيش اللي هو بيتفرد لأنه أنت ممكن تفرديه لو أنت مش بتعرف ترحي بالمطرحة هعملك عيش أن أنت ممكن تفردي بالنشابة وتغبزيه ويطلع زي الفل زي ده بإذن الله بإذن الله بإذن الله عمل لكم فيديو آآ تاني أو فيديو غير ده بخبيس بقى بس اللي هو إيه من غير آآ ياسين عايز يساعدني وعايز يحطي للرد عايز أقول لكم طبعا آآ الأولاد فرحانين قوي قوي من ساعة منا شغلت الفرن من ساعة مبقيت أغبز لهم عيش حلو زي كده الخبزة اللي فاتت كنت عاملة في ترمشالتت برضو في الفرن كان في ممتهى الجمال بس بصراحة ما صورتش يعني من آآ الخبزة اللي فاتت ما صورتش كان الوقت دايق وأنا حط هنا الفرن بتاعي في المدخل فبغبز في أي وقت يعني ممكن أغبز المغرب أعجن العصر ونزل أغبز المغرب أغبز العشاء براحتي خالص فنحطه في المدخل المدخل منور عندي ما فيش أي مشكلة وما كمان ما فيش دهو بيتي ما فيش حد أطلب على نازل علي ولا أي حاجة فالمدخل عندي منور والعش طالع زي الفل لهو يعني مش بغبز في حتة ظلم ولا أي حاجة بغبز في أي وقت بسم الله ما شاء الله فهو العش كله 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 كان طالع قابل بالشكل الجميل اللي انتو شايفينه ده بسيبوا تخلصوش بقى الغلطة دي أنا سورتها لكم وانتو بتشيل العش كده بالحديدة دي بسمها بشكور وانتو بتشدينيها حزبي علشان بتأخرميش العش زي منا خرمتوا كده بالشكل ده بجيبوا على الجنب وكون شطحة تاني أرميه ورحمة الله ده خلصت العش بتاعي كله هو طالع حلو إلى حد ما كده حلو فهو بقى لقد ما بقدر أعمل بس بصراحة أنا فرحانة بالعيش اللي أنا بعمله في البيت ده جدا ولادي فرحانين بيه وجوزي فرحان يعني ان احنا بنعمل حاجة في البيت وانه قلق منظيفة يارب بقى فيديو النهار ده حد يكون استفاد منه أي حاجة ولو ببسيطة ان شاء الله بإذن الله هعمل لكم بقى فيديو للعيش الشامي وهو عمل لكم كمان فيديو العيش اللي هو من غير رح اللي انت ممكن تفرديه بأيديكي أو بالنش شابة لو انت مش هتعرف تريحي على المطرح بإذن الله هعمله لكم للناس اللي انت تعرفش تريح كل سنواته طيبين رمضان كريم علينا وعليكم يا رب يا رب ان شاء الله السنة الجاية كده تكون كل واحد محقق كل لأمنيته وكل اللي نفسكه فيه تكونوا محققينه بأمر الله كل سنواته طيبين اترككم في رعاية الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته